متابعيني على قناة كل يوم موقع جديد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يارب تكونوا بخير وفي أحسن حال النهاردة إن شاء الله حكلمكم عن موقع من المواقع اللي ممكن تنتج بيها حتى الآن وحرجع تاني أقولك حتى الآن لأن احنا ما نعرفش بكرة فيه بكرة المواقع ممكن تغير خالص الخطط اللي هي ماشي عليها تنتج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وصور بالذكاء الاصطناعي وأفاتار بالذكاء الاصطناعي وبشكل مجاني هذا الموقع هو موقع dreamina.capcat.com هو من CapCut وكنت اتكلمت عنه من قبل لما كان بينتج الصور بالذكاء الاصطناعي ولكن الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي مش موجودة في دول عربية يعني أعتقد أنهم مفتوح بس في يعني في بعض الدول الأوروبية أو مفتوح في أمريكا مش عارفة بصراحة ولكن لو أنت استخدمت VPN وطبعا ده موجود بشكل مجاني تقدر أنت تخش من خلاله وتبتدي أنت تجرب دريمينا زي ما كنا بنعمل مع ويسك لو تفتكر من قبل وبنجربه فتقدر تجربه زي ما قلت لك مش مفتوح في الدول العربية ولكن تقدر تجربه من خلال VPN وتستخدمه وده اللي إحنا هنتكلم عنه النهاردة وننتج منه بيديوهات وده بنقا على دايما الناس اللي بتكلمني على مواقع بتديني بشكل مجاني بيديوهات بالذكاء الاصطناعي ولكن المواقع دي برضه عشان أكون معاك واضحة مش هتديك الاحترافية اللي انت ممكن تحصل عليها من المواقع المدفوعة عشان أكون معاك صريحة ولكن هي حل للحصول على فيديوهات أو أن انت تحول صورة لفيديو متحرك بشكل مجاني وحرجع أقولك حتى الآن موقع دريمينا حطت لك الرابط في الوصفة أسفل الفيديو وأول ما هتخش عليه هتلاقي زي ما قلت لك من خلال VBN هتلاقي الـ AI Image تقدر تستخدمه الـ AI Video والـ AI Avatar لكن لو بتستخدمه من غير VBN هتقدر أنك أنت تنتج صور لحد 2K هنا هتروح للـ AI Image وهتبتدي هنا تختار الـ AI Image هو المفتوح وعندك 3.0 و 2.1 الجديد هو 3.0 اللي هو الأفضل في إنتاج الصور بالذكاء الاصطناعي لحد 2K فلو أنت عايز تستخدم آخر نموذج تقدر أنت تتجربه عادي جدا من غير VBN وتنتج منه صور أما بالنسبة للفيديو فده اللي احنا هروح نعمله النهاردة وحب أوليك بعض الفيديوهات اللي أنا عملتها من خلال موقع درمينا.capcat هبتدي أروح على الـ Assets وهبتدي أروح على الفيديو هنا أنتكت كذا فيديو زي ما انتوا شايفين ليه روبوت يعني بيشيل أو بيرفع أثقال هنا بقى أكمبرحتي لأن زي ما قلت لكم أنتوا بتقدروا تنشئوا فيديوهات وعدد لا نهاء من الفيديوهات وهنا أيضا ده فيديو شخص زي ما احنا شايفين كده واقف على مرتفع الفيديوهات دلوقتي هتعرض قدامكم فول سكرين وحنشوف مع بعض دلوقتي بشكل عملي إزاي نعمل فيديو تعالوا بقى مع بعض نبتدي بشكل عملي نعمل فيديو هبتدي أروح على الـ AI فيديو علشان أكتب الوصف بتاعي خد بالك بقى من حاجة مهمة جدا أنا أفضل إن انت تجيب الصورة وتنتج الصورة باستخدام نموذج ذكاء اصطناعي قوي وبعدك كده ترفع الصورة دي كريفرنس وتعمل بيها الفيديو فيه إمكانية هنا إن احنا نقاد ريفرنس إيميج ودي حاجات برضو من الحاجات الكويسة جدا أنا عملت إيه؟ أنا رحت على جوجل AI ستوديو حواليكم الموضوع ده برضو بشكل عملي كل حاجة أنا عملتها بشكل مجاني تماما هنبتدي روح على جوجل AI ستوديو وهنا جوجل AI ستوديو أنا رحت طلبت منه المواصفات بتاعة الصورة اللي أنا عايزاها وأيضا المواصفات جبتها منين من شاجي بيتي؟ قلت له اعتني أمر نصي يعطي كوب من الزجاج به عصير ليمون ونعناع ومزين بشريحة من الليمون العصير بارد ويظهر ذلك من خلال الزجاج زجاج يعني كأنه مشبر كده لأنه الدليل على إن العصير بارد يقبع والكوب يقبع على رمل شاطئ البحر والخلفية أمواج البحر المتتالية أنا كتباله الكلام ده أنا باللغة بتاعتي العربية العادية وابتدى هو باللغة الإنجليزية يديني أمر نصي عشان نقدر أن أنا أستخدمه داخل جوجل AI ستوديو وروحت داخل جوجل AI ستوديو حطيت هذا الوصف وهنا رحت اخترت Imagine 4 Ultra أفضل نموذج لإنتاج الصور داخل جوجل AI ستوديو وبشكل مجاني آه محدود عدد المرات في اليوم ولكن أيضا النتيجة زي ما انت شايف اللي هتحصل عليها جيدة والأسبكت ريشيو بتاعتي آآ 16 لتسعة وبعد كده هبتدي أن أنا أروح أعمل إيه هبتدي أعمل داونلود للصورة بتاعتي هبتدي أخد بقى الصورة وارجع بيها على دريمينة عشان أبتدي أقنشئ منها الفيديو ولكن قبل ما أقنشئ بيها الفيديو ممكن أقول له هنا قم بتحويل الأمر النصي إلى أمر يمكن إنتاج فيديو من خلاله يعني أنا عايزك الأمر اللي فات ده عايزة أنتك بيه فيديو مش عايزة أنتك بيه صورة هتقول لي طب إيه الفرق الفرق إنه هو هنا ممكن يديني حركات معينة للكاميرا حركات معينة للكاميرا داخل الأمر نفسه وده الفرق وأكيد حيكون فيه فرق ما بين الاتنين حنشوفهم دلوقتي من خلال إنتاج الفيديو هنا حبتدي إن أنا أخذ الوصف ده هنا حبتدي أخذ الوصف ده كده copy وابتدي أرجع بيه هنا بتدي أرفع الأول الصورة بتاعتي كنت عملت صورتين بس أنا شايفة الصورة دي أحلى لأخير اللي أنا ورتها لكم وهنا في الفيديو أنت عندك فيديو 3.0 وعندك فيديو S2.0 Pro الأولاني create multiple scenes with one detailed prompt التاني realistic motion and natural camera movement أعتقد لأخلينا في 2.0 Pro ده لإن أنا هنا أنا مش عايزة multiple motion أنا عايزة الحركة تكون ثلثة وحقيقية داخل الفيديو فهختار اللي هو فيديو S2.0 Pro وهنا بالنسبة لي الاسبكت ريشو ديفولت لإنه هو بستة شر لتسعة أصفاً فأنا هنا مش هختار اسبكت ريشو على حسب أبعاد الصورة بتاعتي وهنا 5 seconds وحبتدي أحط الوصف اللي هيخليه يتحرك slow cinematic shot of transparent glass cup مليان cold lemon and mint juice وفيه زي نقط من الجوز وهنا كمل بقية الوصف وهبتدي أدوس enter ونشوف مع بعض النتيجة زي ما أنتو شايفين فيه zero كده موجود ما تشغلش بالك بالzero هو الحد دلوقتي مجاني وحرجع تاني أأكد علشان لو حد استخدمه بعد كده ولا مش مجاني أنا الحد وقتنا هذا اللي بسجل به فيديو وهو مجاني تماماً هنا أنت بتشوف الpercentage اللي بيبتدي يتم إنشاء الفيديو يعني عملية اللي هي الprocess نفسها مش بتاخد وقت كبير وحنشوف النتيجة بعد العملية ما تخلص طبعاً زي ما أنتو شايفين الفيديو رائع والحركة بتاعة الأمواج يعني أنت ممكن كمان تعمل إعلان لأي منتج عندك بهذه الطريقة حاول دايماً تختار النموذج اللي ينفع مع الصورة ما تقولش مثلاً عشان ده مثلاً نموذج 2.5 يبقى أحسن يعني النموذج 2.5 لا مش حينفع لأ زي ما أنت شايف إحنا استخدمنا نموذج النموذج ده بيكون مناسب أكتر مع الصور الحقيقية الرياليستيك واللي فيها موشن طبعية وما فيهاش مشاهد كتير يعني لكن لو أنت هتعمل فيديو في حركة كتير يبقى تستخدم النموذج المناسب للحركة اللي فيها الفيديو هنا بالنسبة للإيدت بقى في عندك فيتشر اسمها انتر بوليت دي بتزود الفريمز بير ساكند يعني هنا مثلاً الكرانت فريم 24 لو أنت عايز تزود الفريم فهنا وأعتقد لو زودت الفريم هعمل جينريت هنا بزود الفريم بير ساكند بتاع الفيديو معرفش بقى هل هنا اللي هيحصل أن العدد الثواني هتقل له ولا لأ هو بيقول لي سامسينج رونج الموضوع ما تمش وده اللي أنا لاحظته لاحظت أنه لما باجي أعمل أي حاجة في الإيدت دي دايماً مش بيشتغل معايا بشكل سهل وسالس هنا دايماً يقول لي فيه مشكلة مش مشكلة لعام النتيجة حلوة الريزولوشن جيدة اللي ممكن نعمل مرة تانية لو أنت عايز تعمل ممكن تعمل هنا ممكن تعمل على الأمر نفسه وتنتجه مرة تانية وهكذا ولكن أنتو زي ما شايفين حاجة مجانية تماماً حتى الآن تقدر تستخدمها فحاول أن أنت تستفيد بها تستفيد بها ده بالنسبة لي من كاب كات جربوا زي ما قلت لك النهاردة في الفيديو ويريد أسمع رأيكم في التعليقات زي ما قلت لكم إحنا بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد فاريت ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والكومنت عشان ده فعلاً بيحفزنا وشجعنا دايماً إحنا نقدم كل جديد ولكنت بتشوفنا أول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم فرعية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة